اشتركوا في القناة 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 والاسبوع اللاحق بتتم اعداد هذه الجداول وبتم تسهيلها بوزارة المالية لحتى نقدر نعطيهم ياها للمستخدمين على ضوء هذا الموضوع ممكن الادارة تقدر تفتح اربع مراكز اليوم متبقية ما فيها اي اجراءات بعد مرتبط بالتحيي اللي هي صيدة ونبطية زحلة وطرابلوس وبعدين منشوف كيف بعدين مننقدر نعمل اعادة العمل تدريجيا بباقي الفروعة من خلال اشتركوا في القناة والدكوين والمركز الرئيسي وزاعي ووجوني من خلال اولا اذا فيه بالامكانية حسب القرارة القضائية التي تصدر تفضل تحكيتي عنها واللي الادارة بتتبلغ فيها اتباعا ومن ثم بتطبق مطبونا اذا كان فيه بالامكان اعادة الموظف بتم اعادة هذا حق لالو وطبعا الوزارة هي صاحبة الصلاحية والاقتصاص ببتها الموضية خصوصا انه اليوم نحنا ما من الدخل اكيد بعمل التحقيق او القضاء منعرف انه فيه موظفين تحقق معهم ورجعوا ولكن ما رجعوا على الوظيفة يمكن فيه تدبير بعد اربعة شهر يمكن يرجعوا يلتحهم نحنا حسب القرار القضائي اللي بيوصل تحطي موظفين بكل الاحوال هذا الموضوع يتطلب كمانا رعاية مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لالحاق الموظفين واكيد هذا الموضوع يخطينه بعين الاعتبار هو عام ينشغل عليه بشكل او باخر لا تسير المرفق عام يعني يعني كمانا اليوم نقول نحنا هي مصالح تخدم المواطنين دايما الإدارة هي علي انه ترفع إذا بدك للمسؤولين نساهم بشكل او باخر لاعادة إذا بدك انتظام العمل بمصاحة تجيل السيارات خصوصا انه في موظفين اليوم تركوا في موظفين يستقيلوا في موظفين بدهم يستقيلوا في موظفين سكروا تلفوتهم ما حدا بيعرف وينهم في موظفين بعضهم قيد التوقيف او التحقيق في موظفين ظهروا مثل ما قلنا حسب كل حالة بحالتها نعم في بدائل يعني في خطة بي تنقول هالنقص بالموظفين حتى النهار اللي بترجع بتفتح المراكز الأربعة وانشاء الله الدكواني وجوني كمان والأوزاعي هل الموظفين قادرين هن يقوموا بكل الأعمال او بدكن تستعينوا اما بالخدمة المدنية اما بفائد بمكان ما يمكن بيدجاج يمكن بقوا أمن داخلي ما بعرف شوفي الموظف اللي بدو يرجع على وظيفته بيعرف يقوم بعمله وهو بيعرف كمان كيف بدو يتصرف من خلال ممارسته السنين هذي الطويل هلأ الحاق موظفين بهذه الدارة الساير وقت تصير هذي عمليا أكيد بيكون ام بارلال عم بيتبع مبدأ ترتيبات أخرى من تدريبهم وحتى يقوموا بالدار اللي بدو يمرسوه من خلال الوظيفة اللي بدو يتعينوا فيها هذا شيء أكيد الإدارة بتاخدوا بعين الاعتبار أولا الهدف الرئيسي أنه نكون درنا أمن إذا بدك استمرارية هذا المرفق أولا من خلال الموازنة لهذه الدارة الساير دفع المستحقات ومن ثم بعدنا الأمور التانية الإدارية واللوجستية كمان اللي بتعترض عمل هاتبات الساير هي كمان بتعترض لأنه اليوم في مستلزمات يعني خليني أحكي بالموازنة اليوم إذا مدى ارتباط الموازنة بالمستحقات وبالتسير هالمرفق هي أصولا الموازنة بيكون من ضمن في كل هالأمور هذي اللي تفضلنا فيها إذا عندك موازنة اليوم كمان طريقة الصرف كيف بدأت تكون خاصة أنه أنت أي شيء بدك تقومي فيه بدك تشتريه لصالح حيات إدارة الساير أو بدك تطلبيه من خلال مطبعية الجيش أو أي إذا بدك أي قطاع نتعطى معه نحن بخصوص هذي الأمور القرطسية وكل اللي بيرطبط فيها أو من ناحية تأمين المادة المزوت لحتى نشغل المحركات أو من تصليح للبرنترات أو من حبر أو كل هوضي اليوم بتعرفي بالفراش ما بقى في شي اليوم باليرا الليبنانية وطريقة صرفة نحن بموجب شكات بتصدر عن الهيئة هاليا ترى هذي قطاعات بتقبل هيدا الشي كله هيدا محطوط على بساطة البحث وبتاخذ بعين الاعتبار ونحن اليوم تأمينا للمتطلبات المطلوبة والحاجة اللي الملحة لقلنا عنا متوفر نحن بين إيدينا بالأقسام والفروع مادة المزوت وهوضي بتمشي عمل الإدارة وبالتالي بعدين بشكل أو بآخر رح ينتزم هذا الموضوع بالتعاون والتنسيق مع المراجع المعنية دايما بقول مع وزارك المالية لأنه هي السلطة المالية خصوصا أنه هلأ هاتلتة أيام يعني تلاتة أربعة خميس بالمراكز المشغلة عم يقدروا الناس أنها تدفع رسوم الميكانيك رسوم السير لأنه عم بتشغله لأنها تكون مزوط يعني عم بتتشغل فقط هاتلتة أيام هيدا حتى يتسنى للمواطن يدفع ما عليه مع الفزام الإدارة بالإقفال أولا اللي تفضلت فيه بموضوع الرابط رابطة أكيد والأمور الثانية اللي بتعترض عملنا اللي هي كمانا مرتبطة برجع بقول أنا هيدا حق مقتسب للمستخدم ويجب على الإدارة أولا والدولة تانيا أنه تعطي حقه هون عمليا نحنا خذنا بعين الاعتبار أنه طالما في الشركات المشغلة واللي هي بتقضي أنت تسددها الرسوم المستحقة درنا كمانا نعمل شغلة إضافية حتى نسير على الناس مش بس السيارات صار فيك تدفع لكافة أنواع المركبات الرسوم السير المستحقة بما فيها الشاحنات والأوتوبيسات والسيارات العمومية والسيارات المعدلة للإيجارة بس بأننا عم نحكي عن الرسوم اليوم هالإعفاء بعده ماشي يعني كيف اليوم المواطن بيسدد رسوم السير والميكانيك والرقم المميز كلهم هذي بيتسددوا عادي كانك عم تسدديهم بأحد أقسام وفروع المصلحة إنما بالشركات المشغلة بيتم هات تزديد هيدا وبيتم خصم الغرامي 85% لتاريخ نهاية شهر أدار نهاية شهر الهيد نعم نحن فيه بعدين بترجع الغرامي بترجع بتعود الغرامي نعم تحتسب مثل العادي يعني هيك بنا نقول هلأ كل يلي متأخرين عندهم متأخرات لازم أنهم يسطوها هلأ أو يدفعوها طيب يعني سارو ما بعرف قديش في عندك عدد من الناس اللي هي الملتزمة بتزديد الرسوم خاصة أنه سهل جدا عملية التزديد بالإضافة إلى يضم معه بوليسة التأميل الزامي للسيارات والشحنات والتاكسي أما في بعض السيارات المعدلة للإيجار وهو بيتطلب في بعض مساندات إضافية كمان أعطيناهم توجيهات بهذه الخصوص حتى يطلبون أن تزديد هذه الدراسة حتى الضمان بفتكر لكل السائقين العلمين اللي ما قدرواش رددوا بفتكر مبارح طلع قرار من يومين من مجلس الإدارة أنه مدد يعني فترة كمان لأنه نطي يتسنوا كمان أنه نستفيدوا عندي كمان بموضوع رسوم السير السنوية يعني الناس هجمت هجمي وحدة خافت لما ترتفع الرسوم لأنه كلنا بنعرف اليوم إذا السيارة جديدة جاية بدوا يندفع الجمرو كل يوم على الخمسة وعبين ألف إذا صرت سببين على السبعين وهي دقا كمان بتلحقها يعني كل شي بلحقوا اليوم الزيادة حاليا في جداول جديدة ستصدر خلال الـ 2023 كل الرسوم اللي بيتم زيادتها أو تعديلها بتطلب قانون بمجلس النووي وبالتالي اليوم الرسوم السير المستحقة واللي عم بيتم تزديدها ما زالت كما هي لحتى يطلع قانون بها الخصوص ومن ثم ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ للإدارة المعنية بتنطبقه أما اليوم بالوقت الحالي تزديد الرسم بعضهم مثل ما هو لا في شي تغير بالنسبة للرسوم السير السنوي وهو نحن بنقول أنه هاي دي سنديك بتروح دغري على المالية يعني ما بتقطع بالهيئة السير كل الرسوم لأنه هي بيكون في موظفي أساساً كانوا بالمالية لا نعم رسوم السير اللي بتستوفى بيه داخل حرم الأقسام والفروع ونصح تجهيز السيارات هي سنديك يعين موظفينا من قبل وزارة المال ويستوفى المال فوراً لصالح الخزين وهلأ مع الشركات المشغلة أكيد كمانا كمانا على وزارة المال بالنسبة للمستلزمات يعني بكرة زراجعي تفتحت أكيد اليوم في الطوابع يلي ما عم تلتقى ما في طوابع كان صادر قرار من عن وزير المالية أنه بقدر واحد يدفع قيمة الطوابع بالشركات المشغلة بيرفقها مع الملف هل هالشي بتنطبق كمان على بكرة نحنا كمان عمل نفي زي ده شي عم بتنفي بس يتم نعم استفاق الطابع المطلوب بموجب إيصال بيجيب الإيصال لعنا ومنحط نحنا أنه مستوفى رسم الطابع من موجب الإيصال هلأ بدا بستفتح المراكز بدا يكون في ضغط كتير لأنه بيكفي نقول قداش فيه سيارات من شرية ومننا مسجلة قداش فيه ناس عاديين شارين سيارات وما عم يسترجوا يمشوا فيها لأنه مننا قانونية في عالم بدا تجدد دفاتر السيارة دفاتر السوق فيه ناس بتعمل امتحانات سوق رح نفصلهم هذي هالخدمات هذي اللي بتقوم فيها هيئة السير ويا للأسف هلأ كلها متوقفة وعم تتراكم هلأ حكما لما يكون فيه إغفال ويستمر لفترة معينة بدأ تتراكم هذي المعاملات خلينا بعد البرايك نحكي عن كل خدمة بخدمة تفاصل ومنتابع منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع رئيس دائرة التسجيل في هيئة إدارة السير أستاذ وليد درويش أستاذ وليد قبل ما فوت وفند أكيد كل الخدمات يلي عم بتصير بدأ أحكي شوي بالملفات العالقة الملفات اللي كانت مع المعاقبين مع المكاتب كانت قبل توقف العمل هل هي بعدها محفوظة هل رازم يرجعوا إيدوها أصحابها من جديد يعني بس حتى نطمن كل أصحاب هالملفات يلي معارفين ما سيرها اليوم لا أكيد كل معاملة موجودة إن كانت مع معاقب معاملات أو بالإدارة على طولة أي موظف بتضل موجودة وبعدين بتتم إذا بدك استكمالها وفند للأصول ما في لزوم إنه ما إلا مهلم حدا داي رجعوا عدوها ورجعوا جيبوا وراء وعملوا ملف من جديد لا نحنا بفترة معينة عبر السنة كمينا شفنا في مطالبة كان من قبل جمعية مستوردي السيارات وأصحاب المعارض ومعاقبي المعاملات اللي هني بحوزتهم كم هائل من المعاملات للناس تم إذا بدك النظر فيها وقامت الإدارة بدورها وأعطتهم هالمعاملات واستكملت اللي بدأ استكمال وأعطيت الرخص السيادة بقولها لأصحاب العلاقة يعني وبعدين بعد رأس السنة هاضي أقفلت نهائيا وأي شي موجود بالآخر بتتم معالجه فعلا للأصول وماما سير معاقبي المعاملات رح يبقى فيه معاقبين معاملات نعرف عنده النقابة كمان هنا أول شي نقابة معاقبين معاملات هي إذا بدك صاحبة الصلاحية أن تجاوب عن حالها بموضوعها أو بموضوع عملها وأداءها أنا بالنسبة لأننا نحنا كإدارة نحن فيه كان قانون 33 على 66 لمعاقبي المعاملات وفيه عندك المعاقبين اللي عندهم المذكرات حاصلين عليها بموجب قرار من معالي وزير الدخلي وبلدية بيقوموا بعملهم هلأ بالنسبة لهذا الموضوع مرتبط بعدين أما بين النقابة وبين الوزارة وعهدة معالي وزير الدخلية إذا بدك إعادة النظر أو إعادة ترتيب عملهم عم يكون فيه لقاءات دورية مع معالي وزير يعني مع ساعة المحافظة حضرة العقيد وحضرتك عم تلتقوا من فترة لفترة يعني فيه بلان بي لهالأضايا رح نحكيها هلأ يعني مثلا بدي أحكي برخص الصوء اليوم يعني في ناس اليوم لازم تجدد في ناس لازم تعمل رخص جديدة شو ما صيره؟ أولاً كل هايدي الأمور اللي عم نطرحها اليوم كل هاي المسائل هي كل يتا نوضعت زبدك ونحطيت أمام معاليه من قبل ساعاته وحضرت العيد وهو بالصورة ويتابع كل الأمور المرتبطة بمصلحة زبدك المواطنين هلأ على الإدارة أنا توضع أمام معالي الخطة اللي بدأت أقوم فيها ومن ثم بيعطي الضوء الأخضر وضعته خطة يعني صار في تصور لبلان بي هذا التصور عم نحكي فيه نحنا هو جزء أساسي منه كنا قلنا الوضع المالي ومن ثم الوضع الوظيفي ووضع الإداري مستلزمات إعادة فتحهم تدريجيا منعا لحصول اقتزاز كبير بشكل أو بآخر ونرجع نسيد نحنا بأزمي نحنا والمواطنين بعدم قدرتنا على إنجاز كم هائل من المعاملات يعني كل هودها عم يتأخذوا معي الاعتبار يعني فيه أمور ممكن يتمدد العمل فيه مثلا تجديد رخصة سوق على عمر معين ممكن يتمدد يعني فيه شي ممكن ينعطى مهلة إضافية يتمدد حتى ما يحس حاله المواطن أنه هو ماشي بصورة غير شرعية كمان حقيقة إذا عم تتفضل لحضرتك عن موضوع رخص السوق رخص السوق المنتهي الصلاحية بتصور أنا أنه شركات التأمين بلبنان يمكن أفادة تحاول أنه إمكانية قبول هذه الرخصة كان فيه إقفال قصري لمصلحة تجديد السيارات وبعد ما تفتح الإدارة بيتم تجديدها وضم صورة أنه تجددت هذه الرخصة إذا كان صار يسمح الله أي حادث مع أي مواطن رخصة منتهية الصلاحية هناك بحث حول مشروع قرار بتمديد عمل هذه الرخصة كمانا بدون نظر فيه قبل ما يطلع القرار من النواحي القانونية قبل صدوره تالي هالشي مطروح إنما بعد ما صدر بالنسبة لتسجيل السيارات يعني بس إذا السيارات الجديدة حدا جاي بسيارة من بره حدا بدون يمكن يسفر سيارة حدا هون بلبنان شاري موطو أو شاري قلي أو شاري طب هاودي بدون يمشوا بدون يتحركوا كيف فيه شي كمان نقدر نطمنهم اليوم نبلغهم عنه نحنا قلنا إذا كان مشيت الأمور كلها بشكل صحيح من هلأ لأسبوعين وقدرنا نأمن المستحقات للموظفين بتصور أنا بيصير فيه إعادة العمل بالمراكز والأقسام بالمناطق وبنرجع بعناه بشكل تدريجي ببقى الأقسام بس بدي يصير فيه ضغط على المناطق لأنه اليوم مش محصورة مثلا ببيروت مثلا بالأوزاء أو بجبل لبنان دكويني البقاء البقاء مش محصورة لأنه بيقدر أي مواطن يتوجع على أي مركز فاتح بيصير بدي يصير فيه ضغط على المراكز بيصير فيه ضغط على المراكز وهذا بيوضع قلية معينة إذا بديك لحتى نقدر نستوعب عدد معين كل يوم لإنجاز المعاملات منشوف الأمور الملحة بالأول المعاملات مثلا اللي فيها رخصة سير المركبة ومعه ويكاري ممكن بنقدر نحنا منسجلهم مباشرة منعطي أولوية للسيارة الأجنبية اللي ما فيها لوحة واللي بتطلب أنه يسجلها ويحط لوحة لها يقدر يمشي على الطريق بشكل نظامي فيه ناس بتتوقف عن قاد فيه ناس اليوم بتمشي بالبلد هودي كلهم عمليا إذا بدك بس نرجع نقلع الإدارة أو الأقسام وتقوم بعملها هودي تدريجيا بصيروا بيمشوا بشكل أو بآخر لأنه إذا بالوكالات نحنا منعرف الوكالة إذا بتخدم منخاف أنه تروح المهل ويرجعوا من جديد يتكلفوا عند كاتب عدل ويعني هايدي كمان نقطة بتكلفين يوم خصوصا يلي عنده مع شركات السيارات يلي بيستوردوا أو يلي بيعين بالمعارض أو شوفي أي موضوع مرتبط برسوم مالية إدارة ما فيها هيدا إذا بدك تعلقه أو تعلق استفاق الرسم المفروض لأنه بفوت هذا المصدر مهم للخزينة مش بس هيك لأنه هيدا اليوم كمانا اليوم الإدارة مفروض يعني الرسوم مستحقة تستوفية ما فيها تتجاوز هيدا نهائيا إزاي أي شي بدي يطلع بخلال مثلا تمديد المهل حرصا على الأشخاص اللي عم تتفضل فيهون هيدا كمانا بيطلب قانون بمجلس النوار نعم ليرجعوا يبدلوا المهل وهلأ المجلس النيابي بي لانتخاب رئيس يعني هلأ ما فيه تشريع ولا فيه لأني بس يعني لانتخاب رئيس وإن شاء الله أنه يصير عنا رئيس تنتظم الأمور أستاذ وليد موضوع الصوء يعني امتحانات الصوء ورخص الصوء يعني هلأ في كتير مسجلين بالمكاتب في مكاتب واقفة في ناس بدأت سافر لازم يكون عندها رخصة صوء شباب شو كمان نفس الشي أو ممكن لا لأنه اليوم الليجان السوق بدوا يتم عادة النظر فيها ورح تتشكل الليجان جديدة طبعا استنادا للنص القانوني بنظم عادة الموضوع وبالتالي عند تعيين هيدا الليجان والليجان تصدر بقرار من معالي وزير الداخلية والبلديات بعد صدور هيدا الليجان بيصدر في إمكانية بعد فتح الإدارة أنه يرجع يمشي إذا بدك التعيين للحصول على رخصة صوء وبتباشر الليجان الجديدة بانتحاناتها وهالليجان الجديدة رح تكون من خارج الملك مسئلة الملك؟ حسب النصية بيكون من أشخاص المجازين من موظفي وزارة الداخلية والبلديات أو من القوى الأمنية كمانا المجازة أو خدمت بقطاعات السير لمدة تتراوح عشر سنوات لأنه ببداية يعني من حوالي الشهر فهمنا أنه صار فيه طلب نبعد كتاب لمجلس خدمة المدنية إذا بيقدروا إذا فيه فائد بمكان بل كين بيقدروا يجروا ليمشوا الأمور بالله مجلس الخدمة المدنية ممكن تقولك وين في عنده شغور وين في عنده فائد ولكن هيدا الموضوع بتطلب كمانا مجلس وزارة كمان بده مجلس وزارة حكومة تصليف العمال ما فيه بديك تعمل مرسوم لحتى تنقل لموظفين وتضميهم من ملاك إلى ملاك أو تنقلهم من قطاع إلى قطاع هذا بتطلب مرسوم يعني كيف ما عم نبروم نحن بحاجة لموظفين بهذه الإدارة ما هذا الموضوع أصلا قيد البحث قيد البحث ومحطوط على نار حامي كمان لأنه لكل الأمور عم نحكي فيها اليوم ملحها لأنه بتتعلق بالسلامة العامة بالسلامة المرورية يعني الغينة أو أزا بقول ما بعرف شو بدي أحكي عن الميكانيك إذا ألتغى ولا لا بس المعينة الميكانيكية كانت على القليل اللي بتطمن أنه وضع القليل سليم يعني اليوم نداش في عالم اليوم ما قدرين يغيروا ضو ما قدرين يغيروا دولاب يعني اليوم في خطر على الترقاط حقيقة لكي موضوع السلامة المرورية شيء كتير مهم لعم تفضلي فيه أكيد ونحن اليوم بل المسؤولية اللي تلقى على أعاطق مصحة تجيل السيارات عم تقوم بدورة فيه بموضوع إجراء المعينة الإلزامية والتأكد منها أنه استفاقها المركبة للشروط الفنية هذا الموضوع بيطلب كمان إجراء المناقصة بغية تشغيل هذا القطاع يعني كمان فيه 450 موظف هولي بين ليلي وضحاها صاروا بلا شغل لا أذين يلتزموا بعمل ولا أدرى الإدارة توظفهم لأنه هن كانوا بقطاع خاص منهم موظفي إدارة وهو دي كمان فيه مصير لقالهم يعني هذا أنا اللي بدي أقول لي كيبه هذا الخصوص أنه مجرد ما يصير بعدين فيه مناقصة رح يخدوا معاً لأتبار هذا الشيء إن كان من ناحية هؤلاء الموظفين يعني اللي قالوا الحقوق كمان مكتسبات هذا بنظمة وتنظمة يعني كمان المواد المعنية بوزاكة عمل ممكن ينعمل مناقصة بهذه الظروف اللي نحن عايش فيه ممكن ينعمل مناقصة لأنه اليوم أغلبية المتعهدين ما عم يقبلوا بالألف وخمسمائة ليرة ولا رح يقبلوا بالليرة اللبنانية والدول ما تتعامل إلا بالليرة مع أنه كل شيء دولر اليوم للأسف شوفي اليوم العمل الإدارة عنا أو عمل الوزارة أنها تقوم بدورة الإدارة البحث وإعداد الدفتر الشروط لحتى تقوم بعدين الجهات المعنية بهذه المناقصة هلأ كيف بتلسي وعلى أي أساس والشركة بتقبل هذا كله منوب بـ بدفتر الشروط والتلزيم طبعا كله مرتبط للدفتر الشروط والتلزيم وإدارة المناقصات بلا تقوم مهلاوة أستاذ وليد الناس ضيع الدفتر السيارة أو رخصة السوء أو رخصة الآلية شو بينعمل؟ شو لازم يحضروا وراء اللي يرجعوا ويعملوا من جديد وين بيروحوا؟ دائماً أي مستند بيتنفق دينه أو بتحسي حالك أنه مبتل موجود بحوستيك مفروض تبلغي قوى الأمن الداخلي لحتى يعطوكي محضر أولاً لتحفظي حقك من ناحية أنه ما حدا يزغلوا ويستعملوا بطريقة غير قانونية والتنين لحتى يكون بحوستيك هذا المحضر اللي بيثبت فقدان هذا الرخصة لحتى تقضي بموجب وتستحصي على رخصة بدل عن ضائع من مصلحة تجيل السيارات يعني هيدا هي الطريقة الرافية غيرها؟ هيدا الروسيدور مرتبطة بمحضر من قوى الأمن الداخلي وكل شيء آليات زراعية بعدما نوطى بوزارة الزراعة أولاً يعني أول مرحلة ما هيك؟ ليس الآليات الزراعية نحنا هون عم نحكي عن الرخصة الزراعية نعم بالنسبة لموضوع الحصول على رخصة زراعية بغية تجيل بيك أب أو فان لاستعماله لخدمة هالأرض المزروعة هيدا فيه مستندات بتتقدم بوزارة الزراعة وعلى دوء بيتم الكشف على الأرض وبيعطوها الكشف هالكشف بيحدد له شو نوع المزروعات اللي عندو إياها بموجب هيدا الكشف بيسجل السيارة بيسجل المركبة اللي بريد يسجل عنها نعطيه ترخيص على أساسها البعاثات الدبلوماسية اللي بدأت سجل سيارات تصير تمشي بالبلد هاي كمانا فيه طلبات؟ فيه كمانا طلبات ملحة كتير للبعاثات الدبلوماسية المعتمدة بلبنان حول إمكانية تجيل بعض السيارات لألة أو توقيف سيارات بغية عادة شحنة لخارج لبنان كل هايدي الأمور يعني كمان مرتبطة بأنواع المعاملات لتنعرض أمام مصلحة تجيل السيارات وبالتالي هالمعوقات اللي حكينا فيها هايدي كلايتها بعد تزليلة أكيد رح يرجع لانتظم العمل بشكل تدريجي لحتى نقدر نأمن هاي الخدمات المطلوبة منها لكافة الأصحاب العالم وهيدا يلي مطلوب حتى ما كمانا إذا إن شاء الله من خلال ما كنا عم بتقول أسبوع أو أسبوعين بيبلش فيه انفراج ولو تدريجة على إعادة فتح مراكز وهيدا قلية كمان بتنوضع حتى ما يصير في ضغط متل ما عم بصير ضغط على كل شيء مبارح جوازات السفر الضغط كان مش طبيعي نهار التنين وحتى أمام مراكز الكهرباء لأنه فيه ناس عم بتتوقف ساعاتها يعني الإدارات اليوم فيه ضغط علي مش طبيعي بمجرد ما ترجع تفتح أكيد بده يكون في ضغط لأنه الناس ناطرة وهيدا المواطن الصالح يلي بده يعمل كل شيء ضمن القانون وضمن الشرعية وضمن ستر بكرة اللي يشارك كل الإدارات اليوم في عندها تعسور صحيح وهيدا الشيء طبعا بده ينعكس على الموظف وعلى أصحاب العلاقة أصحاب العلاقة لأنه هيدا حقوق مكتسبة لأيلة ومفرد الدولة تأملونيها وهيدا أبسط الأمور اثنين الموظف كمان من خلال تأمين متطلبات عايش كريمة لأيلة أكيد يعني برجع منذكر بمستحقات إذا ما نوجدت هذه الأمور كيف بده يمشي؟ أو حتى ما كانت إذا بدك ضمن يعني الإطار اللي عم بتقدم من خلاله الوضع الاقتصادي والمالي كمانا هيدا بديك تختيبه عن الأتبار يعني إذا هوا كلهم ما كانوا عم يترفقوا مع بعضهم لحتى تقدر تأمني هالشي هيدا كل موظف اليوم مشروع أنه يدور هو على أبلون بي ما بقى في قصة أنه اليوم الموظف تدور على أبلون بي لأيلو يعني اليوم لحتى يقدر يكمل ويستمر هذا البداية لأنه نحنا سمعنا بفترة من فترات أنه راح يكون في استقالات جماعية إن كان بالهيئة السار إن كان بالدوائر العقارية بالدوائر اللي عم فيها توقفات وعم بتكون بين هلالين عم تكون فقط بجبل لبنان يعني ما عم نشوفها لا بالبقاع ولا بالشمال ولا بالجنوب ولا بالنبطية كمان هيدا عم تترك علامة استفهام اليوم هالبلان بي عم بيكون شخصي في ناس عم تستقيل في ناس عم تترك في ناس عم بتسافر هيدا أكيد أنت مش معني فيه لا نحنا كلنا عم نسعى لا نحنا كلنا عم نسعى أسيسا لحتى نلاقي فرصة عمل تاني وبس نأمن هيدا فرصة العمل وتصير يعني بمتناول اليد مثل ما بيقولوا أكيد تقدمي طلب انهاء خدماتك أصولا تطلع من الإدارة وهيدا حق مكتسب لألك بعد مرور 25 سنة على خدمتك بالإدارة وهيدا الشي نصت عليه الموازنة الحالية اليوم اللي نحنا عم نطبقها بمادة 109 منا اليوم هيدا الشي أو يا 109-108 ولكن اليوم نحنا عم نقول أساسا إذا ما نكون عم نتعطي أنت اليوم وتخدمي هيدا الناس وهيدا حق وواجب الوظيفة بتفرض عليكي المطلوب كمان اليوم إعطاء الحقوق للموظفين لحتى يدرموا بدورهم مية بالمية أو ألا نحنا كلنا مشروع بالآخر مش بس بهيئة السائل مشروع نعم كل الإدارات بكل الإدارات الدولة كل الإدارات تحكي بعدها خد بس القطاع التربوي يعني هل يعقل أنه 50 ألف طالب اليوم هوضي يعني بلا بلا علم يعني كمان هيدا جريمة أنا بدأ أشكر أكيد حضورك معنا استاذ وليد درويش رئيس دائرة تسجيل السيارات أو السير في هيئة السير وأنا ويك بدأ نخطب مع صورة اليوم عشرة أدار هو اليوم الجمعة اللي عين أو طلب مجلس الأسق والمطارين الموارن بآخر اجتماع الشهري برئيسة غبطة الباتريارك الكاردينار مارنصالة بطرس السفير بطرس الراعي حتى يكون يوم صلاة من أجل لبنان رح يكون في صلاة بالباترياركية بالأبرشيات بالرهبنيات بالكنائس الدعوة إلى الصلاة أولاً لإعادة طبعاً السلام إلى لبنان وانتخاب رئيس جمهورية هيدا هو الأساس وطبعاً الصلاة من أجل لبنان وشعب لبنان فنحن منضم طبعاً صوتنا وصلاتنا إلى غبطة الباتريارك والمطارينة والأساقفة والكهنة وكل اليوم اللي رح يشاركوا من مؤمنين بهاليوم المقدس يسعل له تستفيق الدولة والنواب وبينتخبوا رئيس الجمهورية حتى تنتظم المؤسسات ونحس حالنا أنه ببلد بيحترم حاله وبيحترم ناسه وبالنتيجة ما في بلد بدون دولة أنا طبعاً بدي أشكر كل المشاهدين يلي تابعونا اليوم بتمنى تكون هالحلقة ردت على كتير من التساؤلات يلي كلنا عم نسمعها وعم يسألونا عنها وإن شاء الله خلال أسبوعه المقبل أو اللي بعده مثل ما قال أستاذ وليد درويش يكون في عنا إيجابيات بفتح مراكز بتزليل بعض الأمور علّى أنه كمان يتأمن مستحقات هؤلاء الموظفين يلي هيدا حق لإلهم وقف من خمسة شهر إضافة إلى أكيد كلنا بنعرف أنه هذه الهيئة قداش كمان بتغزق الخزين اللبناني وما أحوجنا إلى ذلك المواطن الصالح عم بيقوم بوجباته كمان نعطيكم موعد التانين دايما إلى اللقاء مع نهاية أسبوع مريحة للجميع اشتركوا في القناة